طيب كنا توقفنا على أساس أنه الـ P أو Loggle-P أنه is a calculated partition coefficient for the octanol للووتر إذن هذا الآن الفحص بدي يكون أنه في عندي أنا الأكتانول في عندي الووتر الأكتانول بيمثل الأويل بيمثل الأكيوس الآن القيم اللي هو Loggle-P أقل من 5 بمعنى أنه لازم يكون الpartition coefficient أقل من 5 بالنسبة لبينسكي رولز أي مركب بفشل في واحدة أو اثنتين من قواعد لبينسكي بده يعتبر أنه هذا ليس بيو إفيلابل وأنه هذا لا يوجد إلو activity طيب الآن في عنا إذن هون تكلمنا إحنا من ناحية البيو إفيلابل الآن في عنا النقطة الثانية اللي هي solubility السولubility a requirement for compounds that are potential drugs candidate is that they are soluble to some extent in both lipids and water إذن الآن نتكلم عن السولubility بس السولubility وين؟ إنه هذا المركب لازم يكون فيه إلو خصائص إنه يذوب في الليبد وإنه كمان يذوب في الووتر يعني مش إنه يكون completely hydrophilic ومش كون completely hydro أو lipophilic إذن compounds that readily dissolve in lipid solvent are referred to a lipophilic اللي هي المركبات اللي بتكون ذائبة في الليبد أو الhydrophobic compound إذن هي lipophilic أو hydrophobic أو ممكن يكون عندي اللي هي اللي هي اللي هو بتكون hydrophilic إذن المركبات اللي هو الذائبة في الليبد بنسميها lipophilic compound إذن الآن أنا بالنسبة للسولubility لازم يكون فيه عندي بين بين ففيه عندي الجدول اللي موجود هون فيه عندي اللي classes وفيه عندي parts of solvent required for dissolving one part of the solute إذن part of solvent جزء من السولفان required for dissolving one part of solute إنه جزء من السولفان يذوب جزء أو واحد جزء من المذيب المذاب سوري إنه المذيب يذوب واحد جزء من المذاب الآن إذا كان عندي very soluble إذا كان عندي very soluble بمعنى إنه رح تكون أقل من واحد القيمة معنى إنه أنا part من السولفان رح يذوب لي أقل من part من السوليوت إذن تقريبا نسبة واحد إلى واحد أو أقل من كذا إذن هذا هي very soluble إذا تكلمنا إحنا عنه freely soluble القيمة رح تكون من واحد إلى عشرة إذا تكلمنا عن إنه بس فقط soluble إنه ممكن إنه يذوب إذن في عندي هون من عشرة إلى تلاتين إذا تكلمت إنه sparingly soluble إذن أنا بتكلم عن تلاتين إلى مية إذن هذه أجزاء اللي هو كيف أنا أقسمهم الآن في عندي non-soluble رازم يكون القيمة أكثر من المية أو أكثر من المية بكتير إذن هو ما يكون عندي أنا non-soluble إذن في very soluble freely soluble soluble و sparingly soluble أو قريب إنه يكون there their structure often contain large number of non-polar groups إذن هذه المركبات اللي structure فيها بكون فيه non-polar groups such as benzene ring and other and ether and ester functional group إذن هذه المركبات ممكن يكون في عندي اللي هو non-polar ممكن يكون في عندي البنزين ring اللي هو حلقة البنزين أو يكون عندي ether أو يكون عندي ester functional group طيب their structure contain ballary group such as acid amine and hydroxy functional group إذن هذا السبب إحنا كنا ندرس functional group عشان أقدر أحدد لما يجي يقول لي هل هذا المركب lybophobic ولا lybophilic بدي أعرف إيش هي functional group المتوفرة عندي وإيش خصائصها هل هذه الخصائص بتأدي إلى إنه يكون baller ولا هذه الخصائص بتأدي إلى إنه يكون non-polar إذا عرفت إنه baller ولا non-polar بقدر أحدد إنه lybophilic ولا lybophobic تمام طيب the balance between the polar and non-polar groups in a molecule defines its lybophilic characters its lybophilic characters إذن الفرق إذا عرفت أنا ما بين الbalance ما بين polar والnon-polar إذن هنا أنا بتكلم عن اللي هو log ال-B أو calculation للpartition coefficient Compounds with a high degree of lybophilic character will have a good lipid solubility but a poor water solubility إذن في هاي الحالة المركبات من هذا النوع راح تكون ذائبة وين راح تكون ذائبة في اللبد بمعنى إنها راح تدخل الممبرين ورح تستقر داخل الممبرين إذن مش راح تعبر الممبرين ليش لأنه الممبرين هو lipid إذن هو المركبات هذه راح تكون ذائبة في اللبد مش راح تكون ذائبة في الأ acuos phase إذن ممبرين لان بمعنى بالفا وإستخدام المركبات راح تكون ذائبة في الماء وال acuos solution راح تظلها في l-acuos phase إذن مش راح تعبر الممبرين أو مش راح تقرب على الممبرين لأن الممبرين هو عبارة عن لبد وهاي المركبات هي highly polar إذن مش راح تقدر تدخل إحنا ما استفدنا شيء. إذن في كل تالحالتين إذا كان في شيء ذائب في الليبت إذا مش رح يمشي مع الأكيوس وإذا كان هو ذائب في الأكيوس مش رح يدخل في الليبت. طيب في شيء أحمد كمال نعم يا أحمد في شيء عندك. اللي فاتح فيديو يسكر الفيديو أنا مش شايف على فكرة عندي حاجة مش ظاهر عندي حاجة. بس في زميلكم بيحكي إنه في بنت فاتحة فيديو هي مش واخد بالها. فأرجوكم انتبهوا للفيديو إنه تسكروا. شكراً لك يا أحمد. طيب. أرجوكم سكروا الفيديو اللي عندكم انتبهوا للفيديو هاتسكروا الفيديو اللي عندكم. طيب. It is desirable that leads and analog have a balance between their water solubility and their libo felicity. إذن الآن المركبات أو desired compound هذه المركبات إحنا لازم نحرص على إنه يكون في عندي balance ما بين مين؟ ما بين الwater solubile وما بين libit solubile. إذن عشان هيك بكون هذا المركب قادر إنه ينتقل من خلال الأكيوس phase وقادر إنه يعبر الممبرين barrier وإنه يدخل للtarget تابعه. عشان هيك اللي بنسكروا قال إنه log البي أقل من خمسة. الآن most drugs are administrated either as aqueous or solid preparation and so need to be water solubility. إذن هذه شغلة يعني نقطة متفق عليها إنه most drugs خصوصاً إحنا ما نتكلم عن tablets إنه لازم يكون في إلها نوع من الwater solubility حتى إنه هذه الcompounds تقدر إنها تذوب وتقدر توصل للtarget تبعها. in order to be transported through the body to its site of action. حتى تقدر إنها تصير في إلها transportation إنها تنتقل من خلال الجسم وتوصل للsite. Consequently, poor water solubility can hinder or even prevent the development of a good lead or analogue. إذن هنا عندي إنه poor water solubility compound. هذه المركبات اللي هو بتكون poor water solubility مش رح تكون قادرة إنها توصل للمركبات. وفي مثال عليها اللي هو الكركومين اللي هو مادة مستخلصة من الكركوم. هاي الكركومين هي anti-cancer agent وفي عندنا برضو مادة التاكسول برضو هذه مادة مستخلصة من نبات اليو تري. هذه المركبين هذولا مشكلتهم إنه هو anti-cancer agent يعني good anti-cancer agent. لكن مشكلتهم إنه هما lipophilic مش hydrophobic أو hydrophilic ما في لهم water solubility نهائي. إذن هو بس يذوبوا في اللايبوفيلك. فلهذا السبب إنه لما نعملهم administration أو لما يأخذ الشخص يأخذ هذه المادة. بتكون غير قابلة إنها تمشي مع اللي هو الاكيوس stream وإنها توصل للtarget. إذن هذه أحد المشاكل. فبدخل، بيدخل علم آخر اللي هو بيعملوا لهم زي شيء اسمه encapsulation. فبيعملهم على شكل capsule إنه يكون قادر إنه يعبر الbarriers ويوصل للtarget وبعدين يعمل release لهذه المركبات. الآن في عندي أنا الpermeability والsolubility برضو في عندي classes. Class one, class two, class three, class four. في عندي أنا اللي هو الpermeability كل ما ارتفعنا الأعلى بتزيد الpermeability. وكل ما اتجهنا إلى اليمين بتزيد عندي solubility. الآن في عندي class one من اللي درق اللي هو بتكون high solubility وهي permeability. في عندي class two في عندي اللي هي low solubility بس high permeability. في عندي class three high solubility بس low permeability. وفي عندي class four اللي هو low solubility وهي low permeability. الآن معظم الناس بفضله اللي هو class one لأنه فيه low high solubility وهي permeability. حسنا؟ For example, one of the factors that slowed down the development of the anti-cancer drug اللي هو taxol was its poor water solubility. إذن إحنا عنا هذا المركب اللي هو مركب التاكسول اللي هو هذا مركب مشتق أو مستخلص من نبات اللي هو ال-U3. التاكسول هذا طبعا ال-structure مش حفظ. التاكسول هو anti-cancer drugs. مشكلته إنه هو poor water soluble. This made it difficult to obtain a formulation for administration by intravenous infusion. The normal route for anti-cancer drugs. إذن لهذا السبب هذه بعض المشاكل اللي ممكن تواجهنا أثناء عملية اللي هو drug design أو عملية اللي هو drug development. لهذا السبب الآن بنتقل العلم إنه يشوف إيش الحلول لمثل هذه الحالات. حسنًا However, careful design of the form in which the drug is administrated اللي هو the dosage form can in many instances overcome this lake of water. drugs يعني بمعنى إنه الآن اللي هو dosage form أو اللي هو طروق ال-administration ممكن إنها تغطي أو تعمل overcome لهذه المشاكل. إنه بمعنى إنه أنا بدي أدخل في إيش علمي الآن أصبح اسمه اللي هو drug delivery. إنه كيف أنا ممكن أوصل هذا ال-drug اللي هو إلو الخصائص هذي مثل solubility مثلاً في عنده مشكلة في solubility كيف إنه أنا أأخذ هذا ال-drug وأوصله للتارجت تبعه من غير ما يكون في عندي أنا أي مشكلة في ال-administration. طبعاً هذا علم بي قائم بحد ذاته. الآن drugs also require a degree of lipid solubility in order to pass through membrane. إذن برضه كمان إنه الدرقز لازم يكون في عندها علم بيت حتى إنها تقدر تعمل بسجا لل- recib Utah however if it has too high a degree of lipop peeity, it may become a trapped in a membrane and so become ineffective. بمعنى إنه لو كان عندي أنا… NO high cellular, الدرقز هذا راح يدخل داخل المينبران ومش رح يخرج للخلية إذن راح يوقف أو زي ما هما مسميين هون الترابد يعني بمعنى أنه راح يعلق أو راح يصطاد داخل الممبرين ومش راح يعبر داخل الخلية إذن the lipophilicity of a compound is often represented by a partition coefficient of that compound in a defined solvent system إذن لما نتكلم إحنا عن solubility أو solvation إذن إحنا منتكلم عن partition coefficient إذن منتكلم عن logP اللي هي قيمة اللي هو octanol over water اللي هو solubility للمادة في الاكتانول over water قديش قيمتها ومنها منحسب قيمة logP الآن نجل الموضوع الثالث اللي هو l-structure The nature of structure of lead and analogs will determine their ability to bind to receptors and other target sites بمعنى أنه أنا l-structure وال3D dimension اللي هو l-stereochemistry لهذا l-structure هي اللي بتحدد لي أنه هل هذا المركب راح يرتبط على السايت ولا مو راح يرتبط على السايت Binding is the formation either temporary or permanent of chemical bond between the drugs or analogs with the receptor الآن هنا نقطة مهمة الآن البinding فرضا أنه كان l-structure هو fit مع ال-receptor أو مع السايت ورح يرتبط فيه طيب الآن الارتباط هذا إيش راح يكون؟ هل راح يكون temporary واللي راح يكون permanent؟ إذن أنا كيف بدي أصمم لدرج تبعي؟ إذا كان temporary وبعض الأحيان أنه temporary ممكن يرتبط لفترة معينة بعدين يخرج وخلص أنا بدي يكون لفترة بسيطة أو ممكن يكون permanent يعمل ارتباط على طول وظلو خلص على طول لكن الآن ما بقدر أنه أنا بدي مركب يكون المفروض يرتبط temporary ويجي يرتبط permanent معناته أنا ما استفدت شيء طبعا كيف بدي أتحكم بهذا الموضوع من خلال l-structure لازم أعرف أنا إيش هو functional group أو قوة functional group وقوة الارتباط في functional group إنه هل راح يعمل ارتباط temporary ولا راح يعمل ارتباط permanent يعني ارتباط مؤقت ولا ارتباط دائم طبعا هذا بحكمه إيش؟ بحكمه functional group اللي أنا راح أستخدمها بعض الأحيان ممكن يكون في functional group تعمل روابط covalent bond إذن راح تكون روابط قوية إذن راح يكون ارتباط permanent إذن بهذا الحالة المركب أو العلاج راح يوصل للسايت يرتبط فيه ومش راح يفق عنه ومش راح ينتزع من هذا السايت إذن هون ممكن أنا أكون بدل ما عملت علاج أعمل تخريب لهذا الموضوع إذن لازم أكون عندي دراية عن الـ structure وإيش هي الـ binding site المناسبة اللي لازم أستخدمها حتى تكون كـ functional group حتى تكون الارتباط مناسب لهذا السايت their nature will influence the operation of a receptor إذن their nature will influence the operation of receptors إذن nature أو طبيعة هذا المركب هو اللي بتناغم مع مين مع الارتباط أو عملية اللي هو الارتباط في الـ receptor إذن for example the binding of most drugs or analogous takes the form of an equilibrium in which the drug or analogous form اللي هو weak electrostatic bond إذن إما بيكون weak bond أو electrostatic bond such as hydrogen bonds and van derval forests with the receptors وهذا اللي إحنا نتكلم فيه إذن إنا لازم يكون عندي الإعلاقة ما بين الـ structure أو compound هذا أو الـ analog أو الـ ligand مع الـ receptor لازم يكون يكون weak bond أو يكون van derval forests عشان ما يصير فيه عندي أنا permanent إيش bond أو إذن أنا أحافظ إنه يكون عندي temporary لأنه ما بدي السايت يعمل بلوك وخلاص أسكر عليه لأنا بدي يكون يؤدي الـ action الـ biological action بعدين خلاص ينتهي Ultimately the drug or analogous is removed from the surrounding area of the receptor by natural process and this causes the biological process due to the receptor's activity to stop إذن وهذا اللي إحنا بنسعى إله إنه بعد ما الـ drug يرتبط بعد ما يأخذ الـ action أو الـ biological process خلاص إحنا أخذنا الفاعلية اللي بدنا إياها الآن بعملية طبيعية الجسم رح يتخلص من هذا الـ drug ويرجع الـ receptor زي ما كان في الأول إذن في عندي مثال هون for example it is thought that the local anthesitic benzocaine acts in this manner إذن الآن في عندي أنا اللي هو الـ local anesthetic اللي هو البنزوكاين بنزوكاين بعمل تخدير موضعي إيش يعني تخدير موضعي؟ إنه أنا بستخدمه على المكان بحيخدر للمكان هذا لفترة معينة إذن الفترة هذه إذا بعد يعني مضي هذا الوقت بحيرجع الإحساس بالمنطقة بمعنى إنه هذا الـ drug دخل على الـ receptor أو على الـ site ارتبط أدى الفاعلية اللي هو بده إياها لفترة معينة طبعاً الفترة هذه اللي هي قوة الارتباط كم فترة الارتباط مع الـ receptor بعد ما انتهى الوقت انفك أو تكسرت الرابطة وطلع المركب راح هو في حاله أو راح على الـ waste ورجعت الـ area أو الـ receptor إلى حالتها الطبيعية تمام؟ however, some drugs and analogs act by forming a strong equivalent bond إذن هون اللي إحنا كنا تكلمنا عنه إنه بعض المركبات بعمل strong equivalent bond إنه هو رابطة تشاركية إذن هون صارت الرابطة أقوى with receptor and either prevent it operating or increase its duration of operation إذن في هاي الحالة لما يكون عنده strong equivalent bond إذن الـ receptors هو خلاص أصبح الآن مملوك للـ ligand لأنه هو اللي ارتبط فيه وما فيه يعني مش راح يفك عنه إذن راح يعمل prevention من إنه يعمل operating أو increase its duration of operation في عنا المثال عليه اللي هو الميل فلان which is used to treat cancer or is its action to the strong equivalent bond it forms with DNA إذن الميل فلان إذن هذا بعمل strong equivalent bond إذن برتبط بشكل قوي مع مين مع اللي هو الـ DNA إذن هو يستخدم كanti-cancer agent أو لأ to treat cancer إذن هون بحاجة إنه يكون أنا عندي long duration إذن بحاجة إنه الرابطة تكون أقوى حتى إنه يستمر هذا المركب أو يبقى موجود في الـ stream A major consideration in the selection of lead and analogs is their stereochemistry طبعا الآن stereochemistry هو شيء مهم جدا حتى نعرف إنه هل ممكن يصير ارتباط ولا لا لأنه في كثير من الحالات بيكون عندي أنا المركب الـ confirmation إلو مثلا R لكن بيكون R inactive الـ active منه يكون S يعني الـ rotation إلو يكون S بيكون هو active لكن الـ R بيكون inactive فهونا بهذه الحالة بهمني إنه أعرف أنا إيش الـ confirmation لهذا الـ structure أو الـ stereochemistry إلا هذا الـ structure إذاً هذا اللي أنا أتكلمت فيه إنه الـ confirmation إذا كان في عندي أنا enantiomers في عندي R وفي عندي S ممكن يكون واحد منهم هو active والثاني inactive في هاي العملية أو في هذه الحالة أنا ممكن ألجأ لشيء اسمه الرسمate mixture إيش يعني الرسمate mixture إنه يكون في عندي أنا مركب في 50% من الـ R 50% من الـ S حتى إنه أقلل أنا toxicity وبرضو أخذ إيش فاعلية لهو activity Consequently it is necessary to pharmacologically evaluate individual enantiomers as well as any rasmate however it is often difficult to obtain specific enantiomers in a pure state وهذا اللي إحنا كنا نتكلمنا عنه إنه هو المعضل في الـ stereochemistry إنه لما يكون في عندي أنا واحد من الـ enantiomers إلو activity والآخر لا إذن في عندي difficulty الآن إنه أفصل الـ enantiomers عن بعضهم لكن ممكن أنا أستخدمهم وأشوف إنه مين اللي بيزود للـ activity ومين اللي بيقلل للـ activity أو بيزيد toxicity أو بيقلل للـ toxicity وعلى هذا الأساس مين اللي بيحدده اللي هو الـ pharmacological activity هو اللي بيحدد هذا الشيء كمال ممكن أن تخرج لا يوجد مشكلة أكيد أحمد كمال ممكن تخرج ما فيش مشكلة المراكبات تكون هذه المراكبات optically inactive لأنه إذا كانت optically active إذن هن رح يدخل في R والS والراسمك نيكسشر ففي العادة في الغالب إنه حاول نحضر مراكبات إنه تكون optically inactive إذن ما في إلها أي اللي هو stereochemistry لكن مش في إيدنا يعني بعض الأحيان هو site نفسه أو receptor نفسه هو بحكم إنه يكون في مركب بهذا الشكل الموضوع الآخر نتكلم عن اللي هو الستابلتي بالنسبة للدرق وهذا إشي مهم إنه أنا قديش مدة الستابلتي بالنسبة لهذا الدرق إنه أنا بدي أعمل سنتسز للدرق أو بدي أصنع الدرق أو أصممه لازم يكون فيه إلو مارجن أوف استابلتي إذن الدرق استابلتي can be broadly divided into two main areas اللي هو استابلتي after administration and shelf life إذن هذا النقطتين مهمات إنه في عندي أنا استابلتي after administration إنه بعد ما يأخذ الشخص للعلاج لازم يكون فيه هناك استابلتي أثناء اللي هو الوقت اللي بمضي داخل الجسم ولازم يكون فيه عندي أنا إشي اسمه shelf life stability استابلتي after administration a drug will only be effective if after administration it is stable enough to reach its target site in sufficient concentration to bring about the desired effect إذن الانس الدرق بيكون هو effective وناجح إذا استمر stable داخل الجسم حتى يوصل للتارجت تبعه ويعطي الفاعلية بعض الأحيان العلاج بس يأخذ الشخص بيصير له metabolite بتكسر وبتحلل وبينزل في الويست قبل ما يوصل للتارجت إذن هون إحنا ما استفدنا شيء إذن لازم أحرص إنه الدرق يكون هو stable حتى إنه يوصل للمنطقة اللي بده يعالجها ويأخذ البيونجيك الإفكت يعني يعالج المنطقة هذي بعدين يصير له عملية اللي هو الميتابوليزم إذن الجسم أول ما الشخص يأخذ الدرق الجسم على طول بيبدأ إنه بده يأخذ الدرق هذا يعمله متابوليزم إيش يعني متابوليزم؟ يعني بده يكسر الدرق هذا عشان يخرجه كويست يعني ترموه لكن consequently for a drug to be effective it must be stable long enough after administration for sufficient quantities of it to reach its target site in the other word it must not be metabolized too quickly in the circulatory system إذن لازم إنه ما يتكسر لازم إنه أنا أحافظ إنه هذا المركب بيبقى صامد وما يتكسر على طول بس يأخذ الشخص لازم يحافظ على نفسه لهذا السبب بعض الأحيان تبتحكوا أو بتشوفوا إنه لدرق مثلاً بيجي بوصل لأعلى تركيز إله في الدم أو في الجسم مثلاً بعد نص ساعة بعدين بيبلش ينخفض إيش يعني؟ إنه حافظ على نفسه نص ساعة حتى وصل أعلى تركيز ووصل للtarget الآن بدأ ينخفض بدأ ينخفض فبيكون حسبه هذا الوقت كله قديش عشان هيك بيجي بالجرعات بعض الأحيان بيقول لك بعد ست ساعات بعد ثمان ساعات لأنه حسب الحساب إنه بيكون هو بدأ ينخفض التركيز في الدم إذن بدأ يتكسر فبدأهم يحافظوا على إنه مستوى التركيز يبقى عالي في الدم إذن لازم يأخذ جرعة بعد كذا ساعة حتى إنه يرجع يرتفع من جديد في الدم ويحافظ على بقاءه في الجسم ثلاث نقاط المهمة في عملية الستابلتي وبهمنا إنه تحفظوهم وتعرفوهم إذن modifying its structure إذن لازم إنه نعمل تطوير للـ structure بحيث إنه نعرف وين بده يدخل إذا بده يدخل على المعدة إذن هذا العلاج ممكن يتعرض لأحماض لازم إنه يحافظ على نفسه أو أعمله coating بشيء معين حتى إنه ما يتحلل وبس ينتقل للمرحلة الثانية يبدأ في تحلل ويبدأ يعطي الفاعلية تبعته administration the drug as a more stable pro-drug إنه يكون في عندي أنا علاجات تكون pro-drug إيش يعني pro-drug؟ إنها تكون هي مائلها فاعلية لكي لما تدخل للجسم تدخل للـ site معين تبدأ تشتغل وتبدأ يعطي فاعليتها أو أستخدم اللي هو suitable dosage form إنه إشكال معينة من العلاج توصل بشكل صحيح وبشكل سليم للـ site The main method of increasing drug stability in the biological system is to repair or more stable analog with the same pharmacological activity إنه يكون في عندي أنا إيش أعمل prepare a more stable analog إنه لما أعمل synthesize أو أعمل modification للدرغ إنه يكون إيش more stable وإنه يكون إيش آخر في عيني لإعتبار الـ pharmacological activity في عنا الـ shelf life إنه الآن الـ shelf life نتكلم إحنا عن مقدار ثبات هذا المركب في الـ shelf يعني إنه يكون موجود في التخزين قديش ممكن يقعد فترة قديش ممكن يقعد فترة زمنية حتى إنه يخسر من الـ activity Is the time taken for a drug's pharmacological activity to decline to an unacceptable level إنه قديش ممكن يقعد حتى يقل هذا الفاعلية للـ unacceptable level للـ level اللي يكون غير مقبول بالنسبة لي This level depends on the individual drug and so there is no universal specification إذن ما في عندي أنا وقت محدد لجميع الأدوية كل علاج على حدة يعني كل علاج إلو اللي هو shelf lifetime مختص في أو برجع إلو However, 10% decomposition is often taken as an acceptable limit provided that the decomposition products are not toxic الآن الحكي أو الدراسات بتقول إنه 10% تكسير للمركب خلال shelf life 10% أوكي مقبولة بس بشرط إنه ما يكون هذا التكسير أو الحدث أو decomposition اللي حدث للمركب إنه يكون toxic إذا كان toxic لا العشرة بالمية حتى العشرة بالمية غير مقبول لكن إذا كان هو non-toxic إذن ممكن أقبل لغاية عشرة بالمية decomposition من هذا المركب الـ shelf life decline occurs through microbial degradation and adverse chemical interaction and reaction إذن الـ shelf life بحصل أو يعني decline occurs ممكن إنه هذا الإلخفاض يحصل بسبب إيش إنه يكون في عندي أنا microbial degradation إنه يكون في ميكروب موجود يعمل تكسير أو degradation لهذا المركب أو إنه يكون في عندي بعض الكيميكالز بصير فيه بيناتهم interactions يعني زي تداخلات ما بين هذه المركبات الكيميكالز على المدى البعيد بيعملوا تفاعل بينهم وبين بعض وبيصير تكسير أو تخريب لهذا العلاج بالنسبة للـ بالنسبة للـ microbial decline إنه لازم يكون عندي أنا لازم يكون عندي أنا تحضير هذا الـ dosage form إنه يكون في الشكل أو في طريقة إنه تكون معقمة ويتخزن في أماكن تكون معقمة وبعيدة عن الميكروبز هذا أول شيء إنه يستخدم مع العلاج مواد حافظة بحيث إنه تمنع اللي هو نمو الميكروبز في عندي الـ adverse chemical interaction between the compounds of a dosage form can also be avoided by the use of a suitable excipient بمعنى إنه لما أجد أحضر الـ drugs لازم أختار بعناية المركبات اللي بدي أخلطها أو أحضرها لازم ما يكون في بيناتهم تفاعلات أو تكون هي stable يعني ما مش إنه يكون أستخدم مركبات تكون هي بينها وبين بعض في تفاعلات وبعدين أخسر التركيبة كاملة في عندي إذن هذي الـ decomposition كيف ممكن يحصل الـ decomposition ممكن يحصل إنه يكون في عندي يكون في عندي light يكون في عندي atmospheric oxidation يكون في عندي hydrolysis by atmospheric moisture إنه يكون في عندي رطوبة في الجو ممكن يتخرب المركبات أو يكون عندي racemization إنه نفس المركب يحتوي على راس الميكسجر يعني 50% من الـ R 50% من الـ S ممكن يتداخلوا مع بعض ويخرب المركب These may be minimized إنه ممكن نتجاوز عن هذه الأشياء بإيش بالنسبة للـ heat إنه أحفظه في storage area إنه تكون مناسبة إنه مش حارة ممكن أستخدم refrigerators light ممكن أستخدم اللي هو الـ amber bottle أو إنه أعمل light proof containers ممكن الـ atmospheric oxidation ممكن يكون عندي اللي هو air tight leads إنه الأغطية اللي بتكون ما بتنفذ الهواء ممكن اللي هو moisture برضو إنه أحفظه في مناطق إنه ما فيها moisture إذن هذه الأشياء اللي هو ممكن إنه أستخدمها حتى أعمل minimized لـ decomposition إذن اللي هو correct stored في الظروف اللي موجودة وتكلمنا فيها طبعا الآن بالنسبة للـ lead optimization and ADME طيب آخر ثلاث دقائق معي طيب lead optimization and ADME a drug must react its site of action in sufficient quantity to be effective one of the tasks of the medicinal chemist is to take an active compound and modify the structure to achieve the desired ADME properties اكيد انتو عارفينهم إذن لازم الـ medicinal chemist يوخذ في عين الاعتبار هذا الـ route أو هذا الـ pathway اللي رح يمش فيه لـ drug إذن however having satisfactory ADME properties is not the only requirement for a new drug a drug candidate must also be اللي هو potentially effective in treating a patient free of existing patient or sorry patent إنه ما يكون فيه إلو أصلا patent يعني patent بمعنى إنه براءة اختراع إنه إذا نتكلم إحنا عن علاج جديد أول إشي لازم يكون هو فعال لازم ما يكون فيه براءات اختراع مسجلة باسم هذا العلاج produced in sufficient quantity ممكن إنه أنتجه أنا بكميات مناسبة capable of being dispensed in a dosage form acceptable to the patient إنه ممكن يكون أو قادر هذا العلاج على إنه يتشكل بعدة أشكال صيدلانية must not be toxic for use إذن لازم نستخدام وما يكون فيه إلو سمية ولازم يكون آمن must not accept teratogenicity or mutagenicity إنه ما يكون إنه يعمل أي اللي هو تطورات على اللي هو الـ DNA أو يعمل اختلافات أو يعمل كان اللي هو اللي يسبب السلطانات commercial development must be cost effective إذن برضو كمام من ناحية commercial إنه لازم يكون كا cost effective إنه يكون فاعل من ناحية الكاست إذن failure to comply with these additional aspects of drug discovery and design will mean that work on a candidate is discontinued before the project process passed its primary stage إذن أي إخفاقات بهذا رح يسبب إنه العلاج مش رح يكون ناجح إذن هون الفارما كوكاينتس كل البرنسبل في الأدمنستراتيشن إنه أول شيء العلاج رح يأخذ الشخص إذن رح يكون فيه إلو absorption how will it get in بعدين metabolism بعدين distribution بعدين execution إذن لازم الشخص اللي بده يعمل أو صمم علاج يازم يكون يأخذ في باله هذه الأشياء كلها رح نوقف لهون ورح نكمل إن شاء الله الفارما كو ديناميك فيز في ما بعد في عندكم أي سؤال في آخر أقل من دقيقة يطيك العافي دكتور الله يعافيكم طبعا أنا ممكن يفسر في أي وقت الله يعطيك ألف عافي دكتور الله يعافيكم يا رب إذا في عندكم أي أسئلة ممكن نناقشها إذا كانت أ stor أخليات فعرف يحتogeneous ثم أنت واضح أخذار ج位هن في آخر قد اعلانegal